مع اقتراب موعد الانتخابات، تحاول الأحزاب السياسية في العراق تبني قرارات تحيبها بأنها حريصة على أموال وممتلكات الدولة، وكأنها لم تكن مسؤولة عن ضياع وهدر مئات المليارات خلال السنوات الأربعة عشر الماضية، بحسب تصريح رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي. هيئة المساءلة والعدالة تصدر لائحة تتيح مصادرة أملاك وأموال منقولة وغير منقولة لأكثر من 4354 مسؤولاً وقيادياً في النظام السابق، ولم تقتصر المصادرة على القيادات فقط، بل شملت زوجاتهم وأبنائهم وتعدت للدرجة الثانية من أقاربهم، بل وتضمنت أسماء متوفين أيضاً. الهيئة بررت موقفها الأخير بأن الغرض منه غلق هذا الملف وعدم تركه معلقاً بعد نحو عقد ونصف العقد من الزمن، رغم أن معظم العقارات والمنازل التي تعود لمسؤولين في النظام السابق، تتخذها أحزاب وكتل سياسية مقاراً ومكاتب لها منذ العام 2003. الحكومة التي لطالما أعلنت أنها بصدد فرض القانون ومحاربة الفساد، التزمت الصمت كعادتها أمام ما عد بأنه فضيحة كشفت عنها صحيفة الشرق الأوسط مؤخراً، والتي أكدت فيها أن أحزاباً وشخصيات متنفذة في العراق يسيطرون على 1800 عقار مملوك للدولة، ما بين قصور رئاسية وأراضي زراعية من خلال تزوير المستندات. ووصل الفساد والتزوير إلى أملاك المواطنين أيضاً، إذ بين الفينة والأخرى تشهد مناطق بغداد نزاعات بينما جميع مسلحة تابعة لأحزاب متنفذة وسكان مناطق في العاصمة بعد سعي أحزاب للاستلاء عنوة على أراضي بعينها. وتتساعد وطيرة فوضى مصادرة الأراضي بالتزامن مع ضعف الدولة وتنامي سطوة الأحزاب السياسية التي تستقوي بفصائلها المسلحة لتفرض ما قيل إنه الأمر الواقع.